بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة السابعة والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة لداء الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ حياكم الله وبركاته حياكم الله معالي الشيخ وبركاته حياكم نستكمل ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة إذ قال رحمه الله تعالى قيل لأبي هريرة في قراءة الفاتحة في الصلاة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعيه هذا الحديث في بيان قراءة الفاتحة أو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كل مصل يقرأها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال قسمت الصلاة بيني يعني الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فسماها صلاة فأولها هذا في حق الله سبحانه وتعالى تمجيد وثنى وحمد وآخرها للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فثلاث آيات ونصف وهي أولها هذا لله عز وجل لثنائه وحمده وتمجيده وآخرها هذا للعبد وهو دعا إذ اهدنا الصراط المستقيم هذا دعا والصراط هو الطريق أي دلنا ووفقنا وثبتنا على الطريق الموصل إليك الذي هو الصراط المنعم عليهم وهم الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالعبد يسأل الله في صلاته أن يجعله مع هؤلاء وأن يلحقه بهم فهذه السورة عظيمة ولهذا جعل الله قراءتها ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بقراءتها ولكن إذا جهر الإمام فإن المأموم يقرأها سرا بينه وبين نفسه ويستمع لقراءة الإمام أو يقرأها في سكتات إمامه وأما إذا جهر الإمام فإن المأموم ينصت ويستمع للقراءة قال الله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا قال الإمام أحمد لا أشك أن هذه الآية نزلت في الصلاة فهذا يدل على مكانة قراءة الفاتحة من الصلاة وأنها ركن من أركان الصلاة ويدل على أن الفاتحة كلها دعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة فأولها دعاء عبادة وهو الثنى على الله سبحانه وتعالى وآخرها دعاء مسألة وهو أن العبد يسأل الله أن يهدي الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والظالين والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولا يعملون به كاليهود وأشباههم والظالون هم النصارى الذين عندهم علم الذين ليس عندهم علم عندهم عمل بدون علم فاليهود عندهم علم بدون عمل والنصارى عندهم عمل بدون علم والمنعم عليهم عندهم علم وعمل هذه ثلاث فرق تسأل الله يجعلك مع الفرقة الناجح أهل العلم والعمل وأن يجنبك طريق الذين عندهم علم ولا يعملون به وطريق الذين يعملون بدون بدون علم نعم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به في قراءته في أفعاله يعني يقتدى به في الأقوال والأفعال في الصلاة فإذا قرأ فإن المأموم ينصد ويستمع لقراءته وإذا ركع فإن المأموم يركع بعده يركع بعده مباشرة وإذا سجد يسجد بعده مباشرة وهكذا حتى يكمل صلاته نعم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لأنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على ما يفعله المأموم مع الإمام وأنه يقتدي به ويأتي بأقواله وأفعاله بعد الإمام لأنه تابع له لا يأتي قبله بشيء من الصلاة ولا يأتي معه وإنما يأتي بعده ويتابعه إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا وإذا سجد فاسجدوا وهكذا تكون أفعال المأموم تابعة للإمام وإذا جهر فإن المأموم ينصت للقراءة ولا يقرأ جهرا وإنما يقرأ الفاتحة الخاصة في سكتات إمامه وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة مع الإمام فإن قراءة الإمام تكفي لهما وعن عبد الله بن شداد عن جامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة نعم هذا يدل على ما ذكرنا أن قراءة الإمام تكون لهوى للمأمومين فإذا لم يقرأ المأموم فإن قراءة الإمام تكفيناه وفي المؤطة عن جابر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لم يصلي إلا خلف الإمام نعم في هذا أن من كان خلف الإمام فإنه يستمع لقراءة الإمام إذا جهر ويقرأ في سكتات الإمام سورة الفاتحة وأما إذا كان الصلاة السرية كالظهر والعصر فإن الإمام يقرأ لنفسه ولا يشوش بعضهما على بعض نعم وعن أبي هريرة مرفوعا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا بعد فراغ القراءة الفاتحة يقول آمين ومعناها اللهم استجب وهذا السنة وليس بواجب قول آمين هذا السنة تابع لقراءة الفاتحة وفيه أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام نعم إذا قال آمين فقولوا آمين نعم وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين نعم ولأحمد والنسائي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وفي لفظ لأحمد غفر له ما تقدم من ذنبه هذا فيه دليل على أن الإمام إذا قرأ الفاتحة فإنه يؤمن ويؤمن المأمومون بعده وتؤمن الملائكة لأن الفاتحة دعاء كلها دعاء فالتأمين معناه اللهم آمين اللهم استجب فإذا وافق المخلوق تأمين الملائكة غفر له نعم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعوا من يليه من الصف الأول نعم إن الإمام إذا قرأ كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه يسمعه من هو قريب منه من الصف الأول ثم بقية الصفوف تقتدي بعضها ببعض فيقولون آمين كلهم نعم وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته نعم هذا فيه أنه إذا قال آمين يمد بها صوته آمين ولا يحذفها حذفا نعم وعن أبي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي فصاح به فقال تعال يا أبي فعجل في الصلاة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك أليس الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال أبي يا رسول الله لا جرم لا تدعني إلا أجبتك وإن كنت مصليا فقال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها فقال أبي نعم يا رسول الله فقال لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السورة يا رسول الله فوقف قال نعم كيف تقرأ في صلاتك فقرأ أبي أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أعظم مثلها وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل وقال أي آية من كتاب الله أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل دعاه فكان يصلي كان أبي يصلي فلم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سلم من صلاته فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله لماذا لم تجبني فأخبره أنه في صلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فثم قال له ألا أعلمك كسورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها قال نعم فأخذ بيده حتى خرج من المسجد فقال له أبي إنك قلت كذا وكذا قال نعم هي سورة الفاتحة نعم حسن الله عليكم مع الشيخ وضعف مثبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ هذا العرض والبيان نلتقي وإياكم بالدرس القادم إن شاء الله ومعلى خير السلام عليكم ورحمة الله